اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايوه ما هو في الاول في سوريا دي ما تنسهاش ما هو الايرانيين في سوريا مش اردين رحيتهم يعني وحطين رجل على رجل الايرانيين في سوريا برضو عايشين في مشاكل العراق ولبنان بينطفدوا ضد الوجود والتدخل الايراني في بلادهم الاحواز بيطلبوا بالاستقلال الشعب بيثور ضد الحكومة الايرانية نظرا للأوضاع الاقتصادية اللي زي الزفت الحكومة الايرانية تضطر ان هي ترفع اسعار المحروقات 300% 300% يعني الحاجة اللي بدولار بقت بتلاتة دولار تخيلوا تخيلوا ان دولة ترفع اسعار المحروقات 300% في قرار واحد صحيح هو مش لكل مشترين البنزين ولكن للي يتعد حدوده 60 لتر في الشهر 60 لتر في الشهر دول يا ريس يعني يا دوبك تنزل تسخن العربية كلهم شوية فايران بتخسر والسعودية بتكسب من غير ما السعودية ولا تحرك عسكري واحد ولا تدرب رصاصة واحدة بس يبقى انا ليه كسعودية احارب ايران ما نخلي عدوي هو اللي حارب نفسه بنفسه الحرب بالوكالة هي انجع انواع الحروب في الوقت الحالي اللي تخليك توقف تتفرج وتتشفى من غير ما تبزل اي مجهود ومن غير ما تنفق اي مصرفات ده الوضع الحالي السعودية منتصر على محالة وايران مهزومة لا محالة نرجع بقى ونرد على الناس اللي كانوا عايزين السعودية تحارب ايران تخيل لو كانت السعودية دخلت في حرب تقليدية مع ايران هل حتكون نتائجها على ايران بنفس النسبة السيئة اللي موجودة دلوقتي؟ طيب هي مكنتش السعودية برضو حتتضرر من الحرب اللي علي ايران العسكرية دي ابو احنا نتضرر ليه؟ ما احنا باشا قاعدين باشا حاطين رجل على رجل وبنتفرج ده ايران ممكن في الفترة اللي جاي علشان خاطر تصدر مشاكلها الداخلية تفتعل هي اللي حارب مع السعودية والسعودية حتصمت انا ارد عليك واخصر ليه ما انت بتاكل في نفسك يعني ايران بتاكل في بعضها بتنخر في بعضها بتدمر في بعضها فهتحاول ان هي تلط السعودية فالسعودية لو انجرت لللطة دي ودخلت في حرب فكده ايران اللي كده كده منهارة حتنهار وحتقد السعودية معاها او تضر السعودية بشكل او باخر بينما السعودية لما توقف تتفرج حتسلم ده اللي بيحصل ده معزك يا وطن القائمين على الامر في السعودية تفكيرهم سابق المرحلة اللي احنا فيها مش من السهل استفزازهم ولا من السهل جرهم لحالة حرب السعودية في مرحلة بناء مش في مرحلة هدم فمش هتبص ابدا للحاجات الصغيرة اللي بتحصل دي ومش هتنجر ابدا لحرب مع ايران تضر فيها السعودية نفسها هنيئا للسعودية بقول القائمين عليها اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك دعمكم هو الاساس في بقائنا شكرا شكرا